لليوم الثالث على التوالي إعلام الإطار التنسيق وزبابيقة يحتفلون بغرق عدد من شوارع أربيل رغم أن الحكومة المحلية والبلدية نجحت باحتواء ومعالجة مياه الأمطار للغزيرة وكل صفحاتهم ومدونيهم وحساباتهم ومواقعهم سخروها لهذا الحدث التاريخي المهم وحتى من وراء هذا الخبر نسوا زيارة السوداني ومشاركته بمؤتمر ميونيخ ونسوا لقاءه بنائبة رئيس الشيطان الأكبر ونسوا مشاركة الكيان الصهيوني بهذا المؤتمر الأمني ونسوا الطائرات المسيرة اللي هددت فيها النائب يوسف الكلابي لدك معاقل المحافظ الجديد محمد جيميل المياحي والطريف المستهجن باحتفالهم هذا أنهم اختاروا المنطقة الوحيدة بأربيل اللي تعرضت للغرق بسبب قدامها وانخفاضها عن بقية المدن الحديثة والعصرية احتفالهم هذا وكأنهم يردون يوصول رسالة أنه مو بس إحنا الفاشلين بإدارة محافظاتنا ومدننا إنما كل شركائنا مشاركين بالفشل هذا ونسوا ذولة أن المنطقة كلها تعرضت لهاي الأمطار الغزيرة الغزيرة ودول خليجية محترمة عجزة عن السيطرة عليها وهاي الحالة تصير بكل أو كل أربعة أو خمس سنين مرة وتتعالج بساعات معدودة لكن احتيونا عن المستشفيات اللي غرقت بمحافظاتكم وعن الدوار الحكومية والخدمية اللي سدت أبوافها بسبب غرقها احتيونا عن الحرامية اللي باقوا موارد الدولة وهربوها لخارج البلد احتيونا على عشرات ومئات الخدمات المعطلة بمناطقكم احتيونا عن خيبة أمل اللي بقادتكم وزعمائكم وعمالتكم وتبعيتكم بس صدق لو قال أبو المثل أبو صابر لو شوفوا ذانا تحارب زمانا